أهلاً وسهلاً على كل حبيبي يارب كده دايماً تكونوا بقى الفي خيروا بصحة وسعادة تكونوا في قناة عالم من نوعات بتعجبكم وتنالي عجبكم تعالوا نشوف الخبر الغريب ده كده معنا ملاكمة تحزف قبلتها لعشيئتها في دولة مسلمة نشرت الملاكمة الإنجليزية إبريل هانتر صورة لقبلة مع عشيئتها عبر شبكات التواصل الاجتماع في جزر المالديف في الدولة المسلمة وقفقاً لصحيفة زيسان البريطانية نشرت الفتاة في البداية صورة خلال وجودها في جزر المالديف الواقعة في الجنوب أسيا ولكن بسبب مخاوف على الأقارب والأصدقاء حزفت المنشور وأعادت تحميله بعد عودتها لإنجلترا وعلقت الملاكمة على الصورة قائلة لا يزال حتى الآن من غير القانوني أن يكون الشخص زاميون جنسية غير تقليدية في جزر المالديف والبلدان الإسلامية الأخرى إنهم جنون في الوقت الحاضر على أي حال هذا ما نفكر به حول هذا الموضوع ووفقاً للقوانين المحلية فإن عقوبة العلاقة غير تقليدية بين شخصين من نفس الجنس في جزر المالديف هي السجن لمدة تصل لثمان سنوات مع إمكانية جلد الشخص المزنب يذكر أن إبريل هانتر البلغة من العمر 24 سنة خاضت نزالين حتى الآن في مسيراتها الاحترافية وفازت في كل يوم طبعاً زي ما إحنا شايفين كده حبيبي بصراحة حاجة وحشة فعلاً جزر المالديف أصلاً فعلاً دولة مسلمة ما ينفعش طبعاً إن يحصل فيها حاجة زي كده وطبعاً أكيد هيك هتتتلقى عقوبات جمدة يعني لو كنت فضلت عدف جزر المالديف وطبعاً بالمنظر ده يعني مشي حبيبي أشوف كوبها كده على ألف خير وبصحة وسعادة طبعاً خبر غريب جداً وخبر بصراحة مش حلو خالص خبر ملفت يعني قلت نزللكو على قناة عالم نوعات أشوفك يا رب على ألف خير وسحة وسعادة في فيديو جديد بخبر جديد ومعلمات مفيدة ومعلمات مهمة يعني على قناة إن شاء الله شوفكو على خير مع السلام شوفكو على سلامة magاسي